فأنت عدت فريق أول من كام لكام؟ عدت مثلاً من 2000 لما رجعت من الإصابة مثلاً من 2011 حد 2014 من 2014 حد 2014، دربت مع مين وقتها؟ دربت مع كابتن محمد يوسف فترة، اتمرنت مع كابتن فاتح مبروك الدوري اللي هو كان مجموعتين، اتمرنت مع مستر مانوال جزيه، كابتن حسام البدري، حضرت الجريد وفترة صغيرة، بس هو اللي خد قرار برحيلك عن الأهلي؟ هو اللي خد قرار؟ ليه بقى؟ سوانا قبلها حصلت مشكلة صغيرة، هو الراجل في المواطش دوت أنا قبلها كنت بلعب الكونفدرالية كلها، كنت ماشي كويس كنت بلعب أنا وكابت حسام عشر، كنت ماشي كويس لحد قبل النهائي، وكده هو جيه على مواطش كان بنلعب سموحة في الكاس، فهو كان في حد مصاب طريبكة بتاعة أحمد فتحي، فهو قال لي أنا عايزك أنا عارف أنت بتلعب ديفندر وبتاعه وكده، وعارف أن أنت تقدر تلعب باكرايت، لأن أنا فترة لعبت باكرايت، لأن أنا طبعاً ده مش مكانك، بس أنت المدرب بيطلب منك أي مركز أنت فترة بتلعبه وأكيد يعني، بعدين لما احنا كنا بنلعب بسط المجموعة الكبيرة دي، فلما كنا بنسدق نلاقي فرصة، فوافقت، فهو ساعتها قال لي إلعب وأنا متحمل والمسؤولية كلها عليا وما تقلقش، يعمل عليك وكده، بس ونزلت عملت اللي عليا وكسرنا اتنين واحد، والجنين كانوا من ناحيتي، وطلعني من الشيطات، فشيلك الكس؟ أيها بالظبط، عملت أنت أي بعد؟ التاني يوم على طول بيبقى فيه اللي هو التاني يوم ده بيبقى فيه ريكوفري، واللعابة التانية مستشفى وكده، فدخلت، لقيت نفسي مفروض إن فيه مجموعة تانية هتتمرن، لما مشاركتش وبره الاسكوب، روحنا نزلنا التمرين وتمرننا، وبعد التمرين يعني كان حد مساعد قال لي اتمرن لوحدك، كان معاه في الفترة دي، فقلت له لي اتمرن لوحدي، فقل لي يعني مستر جريدو عايزك تمرن لوحدك وكده، فأتمرنت عادي، تاني يوم بيبقى ألاقي نفسي بطلع بره التأسيم، تالت يوم نفس الكلام، لحد ما حصل بقى مشادة في يوم مرضيتش أتمرن، انت عملت تتقطش معاه؟ اه مع المدرب، المدرب المساعد، في الوقت ده، وبس روحت البيت، لقيت كابتن، كابتن علاعب صادق يتكلمني، وقل لي انت الفترة دي مش هتبقى موجود معانا، ربنا وفعكو بتاعه كده بس، عملت مشكلة كبيرة انت شغلا؟ لسا كبيرة ولا حاجة، مشكلة صغيرة جدا، بس هو تقريبا الراجل كان واخد يعني قرار ان هو يمشي كزا العيب، وانا كان من ضمنه، اه بس كده، بس لكن مش هي، لأ مش دي المشكلة اللي تمشيني، جريدو كان مدرب كويس؟ هو انا ملحقتوش، هي الفترة كان صغيرة جدا، بس كل اللعيبة شكروا فيه، شكروا فيه، كل اللعيبة، يعني كل اللعيبة اللي قعدت معها فترة، لان انا معدتش معها فترة، مكملتش معها عشر تيام، كل اللعيبة اللي كانت موجودة، بشكروا فيه جدا، فده يبقى اكيد مدرب كويس،